السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما كان معه من إله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة المستحق لجميع أنواع العبادة المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى جل وعلا أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا زوج له ولا والد له ولا ولد له ولا كفؤ له ولا مثيل له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أسمائه أحد في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء التوحيد والإيمان والخير والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد ومنهج رشيد في سؤال سديد وجواب فريد وذلك من خلال حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج شرح الحديث منه إلى عمر مديد وإلى عزم صادق أكيد إنه حديث عظيم الشأن جليل القدر إنه حديث عظيم الشأن جليل القدر حديث يشتمل على الدين كله فعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه كما سأقرأ على حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الحلقة القادمة أقوالا أهل العلم في مكانة هذا الحديث العظيم الجليل الشريف أقول كل علوم الشريعة راجعة إليه متشعبة منه بل هو كما قال الإمام القرطبي أم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن وهذا كلام بديع إنه الحديث الجليل المبارك الذي رواه الأمام البخاري وإن كانت رواية الامام البخاري الحديث إن كان الإمام البخاري قد روى الحديث مختصرا رواه الأمام البخاري ورواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد ورواه الإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والطبراني والبيهقي وابن أبي عاصم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم 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 من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمحوا لي أيها الأفاضل أن نختار رواية الإمام مسلم لتكون الرواية الأصلية والعندة التي سأشرحها بالتفصيل إن شاء الملك الجليل لا أدري انقدر الله لنا البقاء واللقاء هل سننتهي من شرح الحديث في عام؟ في عامين؟ في ثلاثة أعوام؟ الله أعلم فالأدع رزقي ورزقكم للرزاق ذي القوة المتين جل جلاله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رزقنا موفورة وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال وأن لا يستخرج مننا إلا ما يرضيه عننا وأسأل الله سبحانه أن لا يحرمنا من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا بنا أيها الأحبة وأنا سأحاول بقدر ما استطعت وأسأل الله التوفيق والسداد سأحاول أن أقدم المدة يسيرة سهلة لأنني لا أخاطب طلبة العلم في الأمة فقط أبدا أبدا وإنما أنا أخاطب أمتي كلها أخاطب آبائي أخاطب أمهاتي وأخاطب إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بصفة عامة وأخاطب أيضا طلاب العلم فالخطاب للجميع وأود من إخواننا الأفاضل من مشايخنا الأجلاء الذين يظهرون على شاشة قناة الرحمة ويطرحون موادهم العلمية يعني أرجو منهم جميعا ألا يغفلوا أبدا أنهم يخاطبون الأمة كلها فنحن لا نخاطب فئة معينة في الأمة أقصد بها فئة طلبة العلم أبدا أنا لا أخاطب هؤلاء فقط أنا أخاطب هؤلاء وأخاطب معهم كل أمتنا الحبيبة من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا بل وأود أن أوصل هذه الرسالة العلمية بفضل الله جل وعلا إلى كل أخ من إخواننا من أصحاب الحرف ومن أصحاب الصناعات البسيطة يعني اسمحوا لي أن أخاطب بهذه المواد لأنني أؤصل الآن مدة العقيدة ومدة التوحيد وإخوان يؤصلون بقية مواد هذا الدين وأصوله يؤصلون أصول هذا الدين يتحدثون في العقيدة وفي السيرة وفي الفقه وفي المصطلح وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها فلابد أن نعيد هذا الإسلام بوسر وسهولة وسلاسة لأمتنا كلها بحيث يستوعب هذه المادة كل مسلم وكل مسلم لأنني لا أخاطب أبدا بهذه العلوم على شاشة قناة الرحمة فئة معينة في الأمة أبدا أبدا أنا لا أقلل من قدر هذه الفئة وإلا يعني هذه الفئة أنا أعلم أنها تبحث عن العلماء في المساجد وتبحث عن العلم في بطون الكتب فأنا لو أقلل من قدر هذه الفئة لكن ما أنشأت قناة الرحمة من أجل هذه الفئة فحسب بل أنشأت بفضل اللي جل على قناة الرحمة لتعيد الإسلام بصورته الحقيقية التي كانت على عهد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم للأمة كلها في بقاع الأرض بأسلوب سهل جميل ويبقى الدور الكبير على إخواننا الأفاضل ممن يتابعوننا الآن على شاشة قناة الرحمة أن يجاهدوا يجاهدوا أن يجاهدوا أكبرها ثلاثا في تبليغ هذه الرسالة إلى أهل الأرض عبر مواقع الإنترنت يعني أستطيع أن أؤكد بفضل الله جل وعلا أن في الأمة كفاءات علمية باهرة تستطيع الآن أن تنقل هذه المواد مترجمة بلغات أهل الأرض عبر مواقع الإنترنت أو غيرها يعني أود أن يقيد الله لقناة الرحمة من أهل الفضل من أهل الفضل من يتبنى ترجمة هذه المواد لأنني أريد أن أخاطب البشرية وأنا أرجو الله أن تكون قناة الرحمة رحمة على البشرية كلها بصفة عامة ورحمة على أمة التوحيد بصفة خاصة فأرجو الله عز وجل أرجو الله وما ذلك عليه بعزيز أن يقيد لقناة الرحمة من أهل الفضل من يتبنى ترجمة هذه المواد في التوحيد وفي غيرها وفي التفسير وفي السيرة وفي اللغة وفي الآداب وفي الأخلاق إلى غير ذلك من المواد المطروحة على الشاشة إن شاء الله وتعالى أسأل الله أن يقيد لهذه المواد من أهل الفضل من يتبنى ترجمة هذه المواد بلغات الأرض بلغات الأرض للشرق والغرب وأرجو الله أن يوفق أهل الفضل لوضع هذه المواد على بعض المواقع على شبكة إنترنت التي تصل إلى قلب أوروبا وإلى قلب أمريكا يعني أنا أود أن تصل هذه الرسالة بفضل الله جل وعلا إلى كل أنحاء الأرض عبر مواقع الإنترنت في قلب أوروبا وفي قلب أمريكا لا أريد أن تقتصر الرسالة على إخواننا من المسلمين فحسب وما ذلك على الله بعزيز وأملي في الله تبارك وتعالى كبير وأسأل الله أن يجعلنا صادقين لتصل رسالتنا بصدق إلى أهل الفضل في أمتنا وإلى أحبابنا من طلبة العلم النجباء أنا أحملكم الأمانة أحملكم هذه الأمانة أن تنقلوا هذه الرسالة عني وعن شاشة قناة الرحمة إلى أهل الأرض بلغات الأرض بلغات الأرض عبر مواقع الإنترنت وساهم بمالك أنا أقول بملء ثمي وبيعلى صوتي ساهم بمالك في إيصال هذه الرسالة وفي إبلاغ هذه الدعوة لأننا نريد الآن أيها الأفاضل أن نبلغ رسالة التوحيد بصفائها وشمولها بكمالها ونقائها بكمالها وشمولها وصفائها ونقائها نريد أن نبلغ هذه الرسالة لأهل الأرض لأننا أمة البلاغ لأننا أمة الرسالة الخاتمة يعني ما جعلنا الله آخر أمة اعتباطة وإنما شرفنا الله جل وعلا بهذا وبحمل رسالة التوحيد لنبلغ هذه الرسالة إلى أهل الأرض يا أمة التوحيد يا أمة البلاغ انهضي انهضي الآن نحن في مفترق الطرق إما أن نكون وإما أن لا نكون إما أن نكون بالتوحيد قولا واعتقادا وعملا وبلاغا وإما أن لا نكون بإعراضنا عن التوحيد لا كرامة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا اعتقدنا هذا التوحيد قولا واعتقادا وسلوكا وأخلاقا وعملا ثم بلغنا هذا التوحيد لأهل الأرض لأننا أمة بلاغ لأننا أمة رسالة لأننا أمة دعوة قال الله عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هيا أيها المتبع هيا أيتها المتبعة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم على فهم بحكمة برحمة بتواضع بأدب بتجرد بفهم دقيق بوعي عميق كل هذه المعاني وغير هذه المعاني تندرج تحت قول الله جل وعلا على بصيرة قال شيخنا بن القيم لله دره ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة الله 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 تاني ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة أو لك من مرة تلتا وانا سأتعمى التكرار بعض الكلمات وبعض الجمل وبعض العبارات لأهميتها وجلالها وجمالها وكمالها وحاجتنا إليه الآن يقول ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلغوا عني ولو آية قال أحد أحبابنا بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف كلام جميل جدا والله يكتب بماء العين بلغوا عني أي عن رسول الله ولو آية بلغوا تكليف تكليف والأمر للوجوب الأمر للوجوب على الراجح إذ لم تأتي قرينة تنتصرف الأمر من الوجوب إلى الند أو الاستحسان بل وأصل ذلك كثير من علمائنا حتى من علمائنا المعاصرين وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزي بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال أرى أن الدعوة إلى الله الآن واجبة على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرتي واستطاعته لماذا لأن الكفر قد انتشر لأن الباطل قد انتشر وأنا أقولها لله والله من تشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله أو الهتاني والله من تشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله لا نبغي أن تعيش أمتنا للشهوات الحقيرة والنزوات الرخيصة ولا نبغي أن يعيش إخواننا للتجارات والشهوات والنزوات بل يجب أن تعيش لدينك يجب أن تعيش لآخرتك يجب أن تكون صاحب همة عليها وأن تعلم علم اليقين أنك إلى فناء وأنك إلى زوال وأن أنفاسك محسوبة وأن أيامك معدودة فاغتنم مالك الآن في أمر الدعوة والبلاغ نعم اغتنم مالك في أمر الدعوة والبلاغ اغتنم عقلك في الدعوة والبلاغ اغتنم امرأتك اغتنم ولدك اغتنم بناتك اغتنم أولادك سخر كل ما تملك للدعوة للبلاغ لدين الله تبارك وتعالى لأننا والله ما خلقنا إلا لنفرد الله وحده بالعبادة وما شرفنا وجعلنا الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس إلا من أجل هذه الوظيفة فخيرية الأمة ليس الذاتية ولا عرقية ولا عصبية وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس على وجل الأرض كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه لما هذا الخيرية قال جل وعلا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله أكبر لاحظ معي أن الله جل وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله مع رش حضرتك خطبها لك من اللطيفة دي ولا لا لاحظ أن الله جل وعلا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مع أنه لا يصح أن تأمر بالمعروف أو أن تنه عن المنكر إلا إذا حققت الإيمان ابتداء بالله جل وعلا وإنما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يلفت أنظارنا وأن يبين لنا خطر الأمر بالمعروف وخطر النهي عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين هو قطب رحى قطب الرحى في هذا الدين بل ولو أهمل بساطه بل لو أهمل علمه وطوية بساطه لتعطلت النبوة ده كلام خطير اللي أنا بقوله ده لو أهمل علمه وطوية بساطه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد ولن ينتبهوا ولم يشعروا بهذا الخطر إلا يوم التناد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة أمة التوحيد فيجب على الأمة أن تنقل هذا النور وهذه الدروس لأهل الأرض وإلا وإلا فقد خن الأمانة فقد خن الأمانة التي حملنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل حملت الأمة الآن الأمانة وأسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لهذه الأمانة اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين تعالوا نرجع للحديث حديث إن شاء الله على الأقل يعني ممكن يخذ مننا سنتين أو تلت سنين هذا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء وإحنا مع يعني في بستان العقيدة بقى في بستان التوحيد مع بعض أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالتوحيد يا مولانا هتعد في حديث واحد تلت سنين أو سنتين آه ولو شرحوا عالم يعني من أنا إلى جوار العلماء يعني أنا أسير على ضرب العلماء أسأل الله أن نلحقنا بالصالحين لو شرح الحديث عالم هيحتك تلتين سنة لأنه الدين كله لأنه الدين كله حديث يشتمل على الدين كله وسترون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم والفهم والعمل والإخلاص والاتباع إنه ولي ذلك والقدر عليه تعالوا نرجع بقى مع بعض وأنا هتعمد إن شاء الله تعالى في أول كل حلقة في دروس العقيدة والتوحيد أن أذكر الحديث كله كاملا سأتعمد بإذن الله في كل حلقة عشان تحفظ الحديث كاملا وعوز الأمة بفضل الله كلها تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه ثم يعني تسجل ما يصر الله لك أن تسجله من لطائف وضرر سأنقلها لحضراتكم بإذن الله تبارك تعالى من بستان أهل العلم فما أنا إلا يعني بستاني أسأل الله أن أوفق في ذلك أجمع وردهم وزهورهم لأنسج ولأجعل من هذا الورد وهذه الزهور باقة عطرة وعقدا بهيجا فريدا جميلا أطوق به أعناق إخواني وأخواتي من أمة الحبيبة التي أشرف بالانتساب إليها وأعتز بالانتماء لها أقصد أمة التوحيد أقصد أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة سأقدم لحضراتكم مجموعة من التراجم المختصرة لهذه الأسماء ابتداء باسم الإمام مسلم من هو الإمام مسلم يعني يكاد القلب ينزف أن يعرف كثير من أولادنا وكثير من شبابنا أسماء اللاعبين واللاعبات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات وأن لا يحفظ أولادنا أسماء هذه المصابيح وأسماء أئمة الهدى وأسماء مصابيح الدجا أنا أعلم أن أولادنا أنا والله أعذر أولادنا لأنهم كانوا يعني يتربون طيلة السنوات الماضية على مناهج غريبة على مناهج مختلة تصطدم استضاما مباشرا مع المنهج الأصيل الذي كان من الواجب أن يتربى عليه أولادنا وأن يتربى عليه رجالنا ونساؤنا لكن إن لله وإن إليه راجعون غربت الأمة طيلة السنوات الماضية وغرب أبناؤنا وحيل بينه وبين هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي فقد يشتهر الآن من يجب أن يقام عليه الحد أنا أعي ما أقول قد يرفع الآن على الأعناق من يجب في شرع الله أن يقام عليه الحد وقد يهان من يجب أن يرفع على الأعناق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح الذي رأى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه الرجل التافه وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وقلبي وروحي سنترجم إن شاء الله في الحلقة القادمة للإمام مسلم لزهير بن حرب لوكيع لكهمس لعبد الله بن بريدة ليحيى بن يعمر وبعدين بقى للعمدة وللصحابي الجليل الكريم عبد الله ثم لحبيب قلوبنا لعمر عبد الخطاب رضي الله عنه ويعني أسأل الله أن يرزقنا صحبة أصحاب رسول الله واسمحوا لي وأنا بكلم بقى عن عبد الله بن عمر وعن عمر رضي الله عنهما يعني أن أفرد حلقة كملة كملة ما عليش سمحونا احنا نطول بقى مع بعض وخلونا في مستان التوحيد أن أفرد حلقة كملة بقى الفضل الصحابة ولمكانة الصحابة حتى لا تطاول الأقزام على القمم حتى لا تطاول الأقزام على القمم لأننا نعيش زمانا تطاول فيه الأقزام على القمم وتطاول فيه الأنجاس على الأطهار الأنجاس تطاول فيه على الأطهار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله سنفرث حلقة كاملة في دروس التوحيد والعقيدة وأنا بتكلم عن عبد الله ابن عمر وعن عمر رضي الله وعنهما يمكن بعد الترجمة أو ممكن بعد مخلص الترجمة أفرث حلقة كاملة أو قبل ما أترجم لعبد الله ابن عمر بحسب تيسير الله وتقديره سبحانه وتعالى أرجع معي نص رواية الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال خلي بالك بقى واسمع الدرر يا سلام قال حدثني أبو خيثمة ما تقلقش هتعرف الأسماء دي كلها وهنبسط لك المسألة خالص بإذن الله تعالى قال الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع وخلي بالك من حدثني وحدثنا وسأبين الفرق بينهما إن شاء الله تعالى في حديثي عن الإسناد ولطائفه يقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحم يري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن من أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم أن يبحثون عن غوانض العلم وخوافيه ودقائق مسائله إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم يزعمون ألا قدر لا إله إلا الله يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه تعال الله عما يقولون علوا كبيرا إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر حدثني أبي الله الله لا تخد ليلة إن شاء الله نعد ليلة كملة حلقة كملة مع الكلمة تقول حدثني أبي تسمع العجب العجاب هتسمع العجب العجاب يقول عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد مثل أحد أي مثل جبل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال عبد الله بن عمر حدثني أبي الله 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 حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي لفظ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل طلع كلمة جميلة إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كثيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر من أجل هذا الرتم ساق عبد الله بن عمر هذا الحديث وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أن أخذ بقى إن شاء الله في الساعة يعني براحتنا بقى ممكن نأخذ في الساعة مت حلقة مثلا كلام ده مش بدم بلغة إن شاء الله سيكون ممكن نأخذ في الإيمان بالساعة مت حلقة أو تمانين يعني حسب ما يصر رب العالمين جل وعلا بالتفصيل بقى تعرف بقى على الساعة ونتعرف على علامات الساعة الصغرى وعلى علامات الساعة الكبرى وعن فتن آخر الزمان بالتفصيل والتأصيل وإن كنت قد جمعت ذلك جمعا في برنامج أحداث النهاية على شاشة قناة الناس لكن إن شاء الله سأفصل هذا تفصيلا يعني في أضعاف أضعاف هذه الحلقات بإذن رب الأرض والسماوات إن شاءه إن شاء الله جل وعلا قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها يعني عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها في لفظ البخاري ربها وسأبين هذه التفصيلات إن شاء الله وتعالى في الشرح قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق أي هذا السائل الكريم ثم انطلق فلبثت ملي يعني عمر فلبثت ملي فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلته الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم من هنا أخذت هذا العنوان لهذا الكتاب وهو الآن إن شاء الله وتعالى تحت الطبع وأرجو الله أن يكون بين أيديكم قريبا بإذن الله ويعلم الله أنني أعمل في هذا الكتاب منذ أكثر من ثلاث سنوات أجتهد في إعادة تفريغ الأشرطة مع بعض أحبابنا من طلابنا وفي إعادة الصياغة مرة أخرى لأن صياغة الكتابة تختلف تماما عن صياغة الشرح عبر الفضائيات وعبر دروس العلم في بيوت رب الأرض والسماوات وسأكون الكتاب إن شاء الله وتعالى قريبا بين إيديكم وهو بفضل الله تبارك تعالى مكون من ست مجلدات بالحجم الكبير أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به لأنني وددت أن يكون هذا الكتاب مغنيا عن كتب كثيرة لأنه شرح للدين كله كما ذكرت وكما سأبين إن شاء الله عز وجل أخذت من هذه الكلمات الأخيرة العنوان للكتاب ولبرنامجنا الذي نحن بصدده جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الحديث حديث جميل جليل مش هتكلم فيه إلا لذي فقط بس أردت أن أبين المسار والطريق الذي سنسير فيه وما هو هذا الحديث الذي سيحتاج إلى هذه الأعوام وإلى هذه السنوات إن أبقانا رب الأرض والسمات وأحيانا نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأن يحسن لنا ولكم أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا هو الحديث الذي يجتمل على الدين كله وكل علوم وكل علوم الشريعة راجعة إليه متشاعبة عنه متفرعة منه كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل في ثنايا شرحنا لهذا الحديث الجليل في الحلقات الكثيرة الطويلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى أود من إخواني أن ينقلوا هذا الخبر وهذا الخير لإخوانهم جميعا ولأخواتهم جميعا وأن ينقلوا هذا عبر المواقع وأن يخاطبوا من يستطيعون مخاطبته للاستعداد وللمتابعة للتعرف على الدين كله بفهم دقيق ووعي عميق لأنني سأنقل عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين الأخيار وتابعيهم بإحسان والأئمة الذين سروا على دربهم إلى من هذا فيا لهو الله من فضي ويا لهو الله من خير ونحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهلا لها وأن يعيننا وإياكم على شكرها إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب فيما تبقى من الساعة الأولى في من وقت الحلقة أود أن أذكر بفضل التوحيد وبأسباب سريعة أنا جمعت لحضراتكم الليلة عشرين سببا من أسباب ترسيخي وتدعيمي وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب جمعت عشرين سببا حتى لو قرأت على حضراتكم رؤوس هذه الأسباب لأنني لو أفردت لكل سبب وقتا سنحتاج بفضل الله إلى عشرين حلقة لأن كل سبب يحتاج إلى حلقة كاملة أو يزيد أو يزيد لكنني سأذكر فقط ببعضي أو برؤوسي هذه الأسباب وأدعو ذلك إن شاء الله تعالى للتفصيل في ثنايا شرحنا لهذا الحديث الجليل من كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد أعظم طاعة يتقرب بها العبد إلى ربه يعني أنت الآن في دراسة لأشرف علم لأنه علم متعلق بالله سبحانه وتعالى وشرف العلم بشرف معلومه وعلم التوحيد علم يتعلق بالله بأسمائه الحسنة بصفاته العلاء بذاته بأفعاله بأمره بنهيه بحدوده بل علم يتعلق بالغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وخلق الله السماوات والأرض ومن أجل التوحيد خلق الله الجنة والنار ومن أجل التوحيد أنزل الله كل الكتب والصحف ومن أجل التوحيد أرسل الله كل الأنبياء والرسل وما فيش نبي ولا رسول صلوات الله عليهم أجمعين دعا قومه إلى شيء لكن قبل التوحيد أبدا أبدا ويريد إخواننا يعني من علمائنا ودعاتنا وطلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا ياخي لا تضيع وقتا ولا تضيع جهدا أصل التوحيد في قلوب الناس ابتداء وانتهاء وأنا أقول دوما التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره في كل العلوم وفي كل مراحل البناء لأمة الإسلام يجب أن لا نفارق التوحيد أبدا وأن لا يفارقنا التوحيد أبدا التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره لطالما كررت هذه الكلمة وسأكررها ما حييت والخطوة العملية الأولى على طريق النصر النصر والعزة والكرامة بل والسعادة في الدنيا والآخرة الخطوة الأولى تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد وأنا أشرح كتابا آخر لي ألا وهو حقيقة التوحيد على شاشة قناة الحكمة وأنا لا أفرق أبدا بفضل الله جل وعلا بين قناة الحكمة وبين قناة الناس وبين قناة الرحمة وبين هذه القنوات التي تخدم الآن دين الله تبارك وتعالى أسأل الله أن يباركها وأن يسددها وأن يعين القائمين عليها لنشر هذا الدين ولنشر هذا الكلام الجميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يعين القائمين عليها وأن يمدون من مدد من عنده فقضية الأولى والأخيرة والتي أسأل الله أن يحييني لها وأن يتوفاني عليها هي قضية التوحيد هذه قضياتي الأولى بقى لتقريبا ستاشر سنة في دروسي مع طلابنا في مسجد التوحيد بالمنصورة في دروس التوحيد والعقيدة ولا أخرج منها اللهم إلا بعدما بدأت في شرح السيرة فقط وإلا فالتوحيد يعني نذرت له نفسي وحياتي لأنني أعلم علم اليقين وأعتقد اعتقادا جازما راسخا أن الخطوة العملية الأولى على طريق السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد وإخلاص التوحيد وما فيش نصر للأمة في فلسطين ولا في العراق ولا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في موريتانيا ولا في الصومال ولا في السودان ولا في أي مكان إلا بتحقيق التوحيد لن تنصر الأمة ولن تمكن إلا إذا حققت التوحيد والله العظيم لو ظللنا نهتف آلاف السنين ونحرق الأعلام ونحرق الماكتات للحكام والزعماء والله لن نغير من الواقع شيئا إلا إذا بدأنا الخطوة العملية الأولى ألا وهي تحقيق التوحيد هذه وظيفة العلماء وظيفة الدعاء وظيفة طلاب العلم أن ينظروا أنفسهم لتأصيل قضية التوحيد يا أخي دعنا نكرر لا تستحي عم الشيخ والتوحيد ما هي مادة مكرارة كرر مادة التوحيد لا تستحي كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور كما قال الشيخ الإسلام المتنمية رحمه الله وغيره كرر عبارة التوحيد وكرر مادة التوحيد ولا تسأم أبدا ولا تمل من طرح هذه القضية وتكرارها حتى تثبت في القلوب وحتى تتحول في حياة الأمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فالتوحيد الأصل الأول أصل الأصول وطريق الوصول لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق كل الخلق وأرسل الرسل كل الرسل وأنزل الكتب وأنزل الكتب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وما فيش رسول كما ذكرت دعا قومه إلى شيء قبل التوحيد أو حذر قومه من شيء قبل الشرك والتنديد وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبالجملة قال ربنا جل وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أعتقد أنكم جميعا تعرفون حديث البطاقة وهو حديث صحيح رواه بعض أصحاب السنن وابن حبانة والطبراني وغيرهم بسند صحاحه العلامة والإمام بن القيم وشيخنا الألباني وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق اللهم اصطرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق وأنشر عليه تسعة وتسعين سجل كل سجل مثل مد البصر اصطرنا ولا تفضحنا يا رب كل سجل مثل مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى له أتنكر من هذا شيء فيقول لا يا رب فيقال له فيقول الله عز وجل له أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل له أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقال أحضر وزنك ويخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد فيها شهادة التوحيد فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات بطاقة أمام تسعة وتسعين سجل السجل السجل كمد البصر البطاقة دي أمام السجلات تعمل إيه يا رب ما هذه البطاقة في هذه السجلات فيقال أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة اسمع اسمع قال فطاشت طاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء الله الله على فضل التوحيد اسمع اسمع كلا خلي بلك من كلمتين الله وقلهم دول وعض عليهم بالنواجد قال الشيخون ابن القيم رحمه الله والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها الله 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 إيه الكرم اللي انت فيها دي أيها الموحد مش تقوم تسجد بقى لله جل على بعد الحلقة شكرا كذا أنك من الموحدين وأنك من أتباع سيد المرسلين ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا كرامة شرف كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والحديث في الصحيحين من حديث أبي ريرة شايف الشرف اللي انت فيه شايف الكرامة اللي انت فيها من أنا ومن أنت لنكون من الموحدين من نحن والله العظيم نعمة لو استشعرناها لوضعنا أنوفنا وجباهنا على الأرض ذلا لربنا وشكرا لمولانا جل جلاله بل الله مولاكم وخير الناصرين والله هذه نصرة من الله جل وعلا لك من غير بذل منك من غير اجتهاد هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نحمد الله على هذه النعمة على أشرف نعمة هذه هي أشرف نعمة هذه هي أشرف بصغة أفعل التفضيل هي أشرف نعمة وأجل نعمة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يا رب اجعلنا من الصادقين وكما خلقتنا موحدين ثبتنا على التوحيد واختم لنا بالتوحيد وحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين وإمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم الله والله يتخلي بالك من النعمة دي ويتخلي بالك من النعمة دي أنت فقير ما أنتش لاقي تأكل إيه المشكلة إيه المشكلة البدن هيموت مش نهيت الجوع موت للبدن لكن قلبك حي بالتوحيد الله أكبر نعمة والله العظيم نعمة وغيرك يتقلب في النعيم وفي نهاية الطريق وفي خاتمة المصير طعمة لجهنم نار في جهنم ولا حول ولا قتل إلا بالله يتحول إلى حمم وفح والذين كفروا يتمتعون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ها والنار مثول له إيه يعني هتعيش كم سنة ما كلنا الكل سيموت الكل سيموت الكل سيرحل كم سنة لكن فرق كبير بين أن تلقى الله على التوحيد ولو عشت فقيرا طوال عمرك فقد أنعم عليك بأغلى وأشرف وأطهر النعمة وبين رجل يتقلب في ألوان النعيم وفي ألوان الطعام والشراب وفي النهاية يصير ولا حول ولا قتل إلا بالله في جهنم يؤتى بأبأس رجل بأنعم رجل من أهل الدنيا يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار ويصبغ في النار صبغة واحدة يا رب سلم ويقال له هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فقل لا وعزتك يا رب ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط يا الله أنساه أنساه الجحيم كل نعيم أنساه الجحيم كل نعيم نسي كل شيء ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا ها رجل فقير يمكن طول يمكن نبات ليلة للتين ما ينم ما يليه إشعشة وهو خلاص بس نيم راضي وسعيد واللسان في ذكر والقلب في شكر وفيه رضا يا سلام فيه رضا يقول لك الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في النعيم صبغة واحدة ويقال له هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شقاء قط فقول له عزتك يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شقاء قط أنساه النعيم كل شقاء وكل جوع وكل ألم وكل أهم أنساه النعيم كل شيء قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل متى يجد العبد طعم الراحة يا إمام اسألون أحمر بن حمد رحمه الله متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم في الجنة نعم أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول ولا شك ولا ريب أن العين إن قرت بالرسول صلى الله عليه وسلم فستقر حتما بالنظر إلى وجه الله جل وعلا حتما لو قرت العين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبصحبته في الجنة حتما ستقر هذه العين بالنظر إلى وجه الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه التوحيد هو الإكسير الأعظم ارجع تاني أنا من ستش التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها لأن التوحيد أعظم قربة وأشرف طاعة والشرك أبشع ذنب وأفضع معصية وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لكن أي ذنب آخر مع التوحيد يغفر كبيرة آه كبيرة حتى لو ارتكب الزنة حتى لو ارتكب الزنة حتى لو شرب الخمر حتى لو شرب الخمر بس يتوب توب إلى الله إنما على ما مضى واترك الذنب والمعصية وأعمل صالحاً مع تحقيق التوحيد أبشر بالخير أبشر بكل خير إنما شرك مع أعظم الأعمال لا قيمة لها ولا كرامة في الدنيا ماشي قد تأخذ أجرها في الدنيا بالسمعة والمكانة والإعلام والطبل والزمر لكن عند الله يجل وعلا لا قيمة ولا كرامة لأي عمل مهما كان عظيماً في دنيا الناس ما لم يكن هذا العمل مبنياً على أصل الأصول ألا وهو التوحيد سيجد هذا العمل هباءاً منثوراً لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة توحيد بس خليباً لك التوحيد اللي هو اللي ابن القيم قال كالإكسير الأعظم الذي لوضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها ده مش التوحيد الكلمة فقط لا خلي بالك مش قلت بقى والله أنا ما بتصليش ليه ما بتزكش ليه ما بتحجش ليه انت ربنا ما أنا عليك بالمال ليه ما بتعقدش انها تحج السنة دي لك حم الشيخ والله أنا يعني قلب زي اللبن الحليب وزي التوب اللي انت لابسه ده على رأسك ده زي الغطرة دي والله قلب ببيض زي البفتة البيضة مولانا وزي اللبن وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حج أقصي ممكن نردد بلساني كلمة التوحيد وأنا بقوله قلبك أسود من ظلام الليل أسود من ظلام الليل إن لم تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد فالقلب أسود من ظلام الليل لإلى أن المنافقين قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلمه يشهد أنك رسول الله يعلمه إنك رسول الله وإن المنافقين لكاذبون يعني المنافق عبد الله بن أبي قال كلمة الشهير لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا لا أقلل من قدر النطق بها لأن النطق بها عظيم وجليل وستعصمك بفضل الله تبارك وتعالى ستعصم دمك وستعصم مالك هنا في الدنيا لكن إن قالها وهو يعتقد الكفرة فهو منافق النفاق الأكبر وهو في الدرك الأسفل من النار بيقين كما سأفصل إن شاء الله تبارك وتعالى لكن أود أن أقول أيها الأحبة التوحيد الذي ينجو به العبد هو قول اللساني واعتقاد الجناني يعني القلب وعمل الجوارح والأركان ثاني عشان نختم الحل التوحيد الذي سننجو به إن شاء الله وتعالى في الدنيا الأخرة هو قول اللساني واعتقاد الجنان الجنان يعني يا عم الشيخ يعني القلب يعني القلب قول اللسان يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله جميل واعتقاد الجنان أن يعتقد القلب هذا التأصيل هذا التوحيد وعمل الجوارح والأركان أوعت خرج العمل من مسمى الإيمان هو ده الفكر الأرجاء الخطير الذي دمر الأمة تدميره لا العمل من الإيمان من مسمى الإيمان كما سنبينه إن شاء الله وتعالى ونحن نتحدث في أركان الإيمان هنعرف بقى الإيمان لغة والإيمان اصطلاحا وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان موضوع كبير وبعدين بقى نتكلم عن تعريف علماء أهل السنة للإيمان وحنبين أقوال الفرق الضالة التي ضلت في هذا الباب الخطير ونسأل الله عز وجل أن نرزقناكم التوحيد والإيمان وأن يثبتنا عليه وأن يختم لنا ولكم به إنه ولي ذلك والقادر عليه مضى الوقت دون أن أذكر الأسباب التي جمعتها لحضراتكم كأسباب لترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقية التوحيد في القلب دعونا إن شاء الله تعالى نذكر بها في أول الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع ترجمة سريعة وخفيفة لرجال الإسناد في الرواية التي استمعنا إليها آنفة أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالتوحيد وأظن أنكم قد تعرفتم على أهمية الأمر وعلى خطر وجلال الموضوع الذي نحن بصدده وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا وأن يثبثني وإياكم على التوحيد وأن يختم لي ولكم به إن شاء الله تعالى سأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات كما وعدت وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا